ترجمة نانسي قنقر بأن الاجتماع كان متمرا وبناء مضيفا بأن الجانبين تدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات ومنها قطاع التجارة والاستثمار وبالتحديد في الخدمات المالية والنقل وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة والبترول وقطاع العلم وتبادل الأبحاث في الجانب العلمي والمعلوماتي بالإضافة إلى قطاع الزراعة لافتا إلى ما تم التوصل إليه اليوم من شأنه أن يوسع وينمي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع أشهد سعادة وزير الخارجية بما تشهده المجر من نهضة وتطور متسارع الخطأ والدور المهم الذي تقوم به المجر في النمو الاقتصادي الأوروبي مؤكدا بأن مملكة البحرين لديها بيئة استثمارية صديقة للأعمال وترحب بالتعاون مع الشركات المجرية بكافة أحجامها من جانبي عرب معالي السيد بيتر سيراتون وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر عن اعتزاز بزيارة مملكة البحرين باعتباره أول وزير خارجي مجري يقوم بزيارة المملكة موضحا أنه تم تطرق خلال محدثاته مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قد تم الاتفاق بين الجانبين على تعزيز الشراكة الثنائية في مجال توظيف الطاقة المتجددة في وقاية النباتات والثمار علاوة على قطاع حماية استهلاك المياه وتعزيز جودته كما تم الاتفاق على التعاون في قطاع الصحة وتحديدا في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية وتكنولوجيا الطب والرعاية الصحية كما تم التوافق على تطوير التعاون المشترك في قطاع التعليم حيث اتفقنا على تبادل البرامج التعليمية في مختلف الاختصاصات والدرجات الأكاديمية علاوة على التعاون في قطاع الشباب والرياضة وقطاع السياحة والثقافة حيث تم الاتفاق على أن يتبادل البلدان عدد من البرامج المشتركة والمتنوعة في هذا الخصوص ترجمة نانسي قنقر